هكذا كانت البداية قبل خمسة عوام وهكذا اختارت أن تكون ليس شعاراً فضفاضاً أواجهة لرسالة نقيضة لكنه وعد قطعته بالقيس فكان التزاماً وخطاً وهوية لم تخل الشاشة من تغطية لصيقة لتطورات المشهد من صنعاء إلى عدن ومأرب وحضر موت والمهرة وسقطرة وعلى امتداد الخارطة اليمنية بل ذهبت بكاميراتها ومراسلها إلى أكثر من مكان ونقطة ساخنة ونقلت بالصورة والخبر مشاهد الكفاح والمقاومة كما وثقت الأحداث والفضائع لم تغب عدسة بالقيس عن جرائم ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب على الدولة وتفجير الفضاء العام ووثقت في نشراتها وبرامجها مسلسل الانتهاكات والتدمير كما لم تغب أيضاً عن جرائم التحالف من مذابح صنعاء إلى مجازر صعدة وحجة والحديدة وغيرها من المحافظات ومثلما أشغلت بالقيس الرأي العام بقضية المختطفين والمعذبين في السجون ظلت رفيقة الأمهات على أرصفة الانتظار ورافقت أيضاً تغريبة اليمنيين في دروب النزوح والشتات ومنذ البداية وجدت بالقيس طريقها إلى الجوع والمنسيين في مناطق اليمن المختلفة فكانت صوتهم ومنبرهم تلمست أوضاع المنكوبين ووثقت مأساتهم وحملت مناشداتهم وكان لقيمة البعد الإنساني حضور يومي لا يغيب غطت وقيع الحرب بأحداثها وفضائعها كما تفاعلت مع جولات السياسة بمتاهاتها وإخفاقاتها فكان مساؤها اليمني نافذة الناس اليومية وثقت بالقيس انتهاكات الضحايا ووفرت للناس المنصة وبين قوسين لمناقشة همومهم ومشاكلهم كما منحت نجومهم وابتكاراتهم فسعة في كيبورد وكما عودت بالقيس مشاهدها على البرامج الجادة والصارمة أتاحت لهم فرصة رؤية الواقع بطريقة ساخرة أيضاً اختارت هذه الشاشة الصغيرة والكبيرة بفريقها وطموحها الانحياز للضحايا وفكرة الدولة باعتبار الأخيرة طوق نجاه وحملت على عاتقها إسناد المظلومين حتى وهي تتعرض للقمع والتشويه ومحاولة وأد صوتها بدءاً بنهب مكتبها في صنعاء وصولاً إلى تهديد فريقها في عدن وتعز وغيرها من المحافظات قومت بالقيس وظلت بمراسليها وبرامجها في الميدان شاهدة على كل واقعة وحدث خمس سنوات من الالتزام يدرك المشاهد ثبات بوصلة بالقيس في تغطياتها وهي التي لم تمل منذ البداية في تفاعلاتها الميدانية وحتى وهي تنتقد أداء الحكومة وصمتها إزاء النسخ الجديدة من الانقلابات ومخططات القتلة العابرين للجغرافية ونصوص الأرض خمس سنوات مع اليمني هي كما عرفها المشاهد صوت اليمنيين في أنينهم وأحلامهم وتطلعاتهم كما هي منبر الصارخين في وجه العبث والتمرد والفوضى في ذكرها الخامسة تباهي بالقيس كما يقول صناعها بما حققته من إرادة في سبيل إسناد الضحايا وكشف مظالم الإنسان اليمني وتعرية خصومه مع احتفاء بالقيس بدخول عامها السادس تلوح صور لشهود صاروا شهداء فكان رحيلهم خسارة وجرحا عميقا هكذا عمدت بالقيس بدم أبنائها شعارها الدائم وهكذا ستظل صوت اليمنيين وصداهم